يعني بالرغم من ظروف المعاكسة إلا أنه حاليا مصر منتخب الوطني بتصدر أو في صدارة المجموعة الأفريقية بالتقاسم مع جزر القمر بتمنقات هرجع لده بس قبل التقرير أو قبل إذاعة التقرير كنا بنتكلم عن فكرة التغيرات اللي عملها كابتن حسام شوية ما كانتش يعني شوية طبعا كان خارج عن قرط والبعد التاني كان يعني وجهة نظر وكمدير فني هو طبعا راهن على مجموعة اللعبة اللي بدأت المتش التاني وهو كسب الرهام في الآخر واللعبة أثبتت وجودها في المباراة لازم برضو نديهم حقاهم لعبة كويسة أنت بتعمل صف تاني دلوقتي لمنتخب مصر وده حاجة برضو محترمة وكنا بنفتقدها في أوقات كتير يا كابتن هاني لما جيل بينتهي بتاخد فترة طويلة أول ما تبني جيل جديد لكن ده النهاردة أنت متوفر عندك الحمد لله مش معنى كده أن الناس الكبيرة أو الناس اللي موجودة صحابة لا أصحاب الخبرة أنهم ما لقى خلاص لا بالعكس ده وجودهم مهم جدا في الفترة اللي جاية بجانب الناس اللي موجودة حاليا أو للعبة المتش اللي فات بجانب أن أنت عندك منتخب كمان يعني جاي في الطريق حاجة تفرح وحاجة مشرفة لمنتخب الأولمبي فده كل حاجات دي جاية في صالح لمنتخب الأول منتخب مصر هنجي لمنتخب الأولمبي طبعا عمل إنجاز كبير لكن خلينا مع المنتخب الأول ويمكن في إخلال التقرير إن الكابتن حسام راح بحزمة أزمات وراجع بحزمة مكاسب أنت شايف أهم المكاسب طبعا غير للمكاسب 3-1 أنت شايف أهم المكاسب من مباراته في المنتخب الكبير أول حاجة الفوس خارج أرضك تاني حاجة لعيبة لأول مرة تشارك مع منتخب مصر وصغار السن وزهروا بمستوى أكثر من رائع أكلمة على محمد شريف طبعا رابع حاجة السقة السقة والهيبة بتاعة منتخب مصر يعني إحنا في فترة برضو وكابتن هاني جات لنا إن إحنا إيه اتهزينة كده اللي هي بطولة ألفين اللي إحنا لعبناها في نيجاري الناس كلها عاملة حساب لمنتخب مصر وإنت جيت برضو مقدتش بالشكل لا إنت فيه هيبة دلوقتي بدأت ترجع واحدة واحدة وأكيد الفترة اللي جايها هتبقى حاجة كويس ففي فعلا مكاسب كتير جدا حقاها كاتو حسام بجانب المكسب التلاتة بونط يعني